بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازكى السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي طلابا وطالبات مجددا في شروحات مقرر مبادئ الإدارة اليوم سيكون حديثا أيضا استكمالا لما ذكرناه سابقا في وظيفة التنظيم دعونا نستذكر ما ذكرناه ذكرنا وظيفة التنظيم وذكرنا من أهم العناصر في وظيفة التنظيم هو تقسيم العمل ووضحنا قبل ذلك هو مصطلح التنظيم ماذا نقصد به ذكرنا هو تحديد كيفية إنجاز الخطط بفاعلية كيف رتب الموارد البشرية المأدية كيف ننظم العلاقات بين الموظفين بين المسؤولين توضيح حدود المسؤولية وخطوط السلطة داخل المنظمة من سيتحمل هذا العمل من سيكون مسؤول عنه كذلك وضحنا التعريف للهيكل التنظيمي ذكرنا هو توضيع يفصل بنية المنظمة وتصنيفات الوظائف الرئيسة واتجاهات الاتصال الموظف قد يتواصل مع الأقسام الإدارات الإدارة التواصل مع الموظفين كيف هي عملية الاتصال ستكون واضحة من خلال الهيكل ذكرنا الهيكل له دور في تنظيم العمل المنظمات الكبيرة حينما يلتحق فيها موظف جديد تقدم له دليل يحتوي على تنظيم العمل بما فيها الهيكل التنظيمي ذكرنا في حال التغير في طبيعة العمل في تقنية جديدة قسم جديد يجب على المنظمة أن تعمل على تعديل الهيكل أو تقسيم العمل مرة أخرى على هذا الهيكل لكي يكون مساعد في إنجاز العمل ذكرنا بعد ذلك تقسيم العمل وذكرنا أن تنظيم العمل اندرج تحت تقسيم العمل اندرج تحت الموظفون واندرج تحت أيضا طبيعة العمل ذكرنا في تقسيم العمل حينما نعد هيكل لا بد أن نقسم الأعمال إلى وحدات نعرف طبيعة كل عمل بعد ذلك قد نجمع هذه الوظائف في وحدة واحدة ذكرنا المنظمات الصغيرة قد لا تحتاج إلى أقسام كبيرة بحكم أنها صغيرة ويستطيع المسؤول متابعة جميع الأقسام أو جميع الوظائف قد تدمج أكثر من إدارة أو أكثر من وظيفة في إدارة واحدة ذكرنا في المنظمات الكبيرة عادة ما يكون لدينا أكثر من قسم وأيضا ذكرنا يجب تنظيم الإدارات بناء على طريقة تسمح لها بتقديم العمل ولا يكون هذا الهيكل مثلا عقبة أو حاجز للموظفين لإنجاز العمل ذكرنا يجب أن يتدفق العمل بالسلاسة داخل الإدارة وداخل المنظمة ذكرنا أيضا يجب أن نعين الأشخاص الذين يتمتعون بالخبرة في نفس المجال الذي لديهم خبرة فيه ذكرنا أن الأقسام وتوزيعاتها واختلافاتها يختلف بطبيعة المنظمة، نوع القطاع، حجم المنظمة ذكرنا مثلا تاجر التجزية وقارننا بينه وبين منظمات التي تعمل في التصنيع أو المصانع ذكرنا غالبا ما يكون نظمات الإدارات أو وحدات عمل معنية بمتابعة الشؤون الإدارية والمالية أو المعلومات أو مالذ البشرية ذكرنا لابد أيضا أن نتحدث عن نظيم العمل أنه يسهم بدرجة كبيرة في إنجاح العمل حتى لو كانت المنظمة صغيرة ذكرنا كل ما نمت المنظمة ازداد احتياجها إلى أقسام مختلفة جديدة أو قد نحتاج إلى إعادة الهيكل في دمج بعض الأقسام ومع بعضها ألبع اليوم سنستكمل الحديث سنتحدث أيضا عن فرع آخر من عمليات تنظيم العمل سنتحدث عن المرافق وظروف العمل من المهم مراءات الجوانب المادية للتنظيم حينما ننظم ما يسمى بالفاسيليتي وهي بالتأكيد المرافق يجب أن توفر المنظمة لكي ننجح في العمل إذا المنظمة عليها عبء في توفير وذكرنا ذلك من وظائف التنظيم هو ترتيب الموارد يجب أن توفر المنظمة المعدات والمواد اللازمة موظفين حتى يتمكنوا من جاز عملهم مثلا موظف الإنتاج لا بد أن تقدم له الأدوات والآلات تساعد في الإنتاج موظف في تقنية المعلومات يحتاج إلى أجهزة يحتاج إلى إنترنت قد يكون شبكات اتصال غيره إذن المنظمة يجب أن تنظم العمل وتوفر المرافق توفر البيئة المناسبة للموظف لكي ينجز عمل أقس على ذلك في التسويق وقس على ذلك في المبيعات والمشتريات إذن المنظمة عليها عبء هو توفير المعدات والموارد حتى ما يتعلق في الموارد البشرية تعيين الأشخاص واستيقطابهم يجب أيضا بجانب توفير هذه الموارد تصميم وترتيب المرافق بما يضمن سلامة العمل مثلا في الماصنة قد نحتاج إلى ترتيب خط الإنتاج بطريقة معينة لكي لا يكون هالك هادور لا يكون هالك مثلا عشوائية في العمل وبالتالي قد نحتاج إلى موارد أكثر نلاحظ كثير من الشركات طورت خطوط الإنتاج مثلا لو قررنا مثلا أو بحثنا بشكل دقيق عن صناعة السيارات لو نظرنا في خطوط الإنتاج سابقا وحديثا نجد التطور في خطوط الإنتاج وطريقة وضع المنتجات أو وضع مثلا أجزاء السيارة كيفية عمل التركيب كيف يقوم العمال في السابق والآن قد يكون الرجل الآلي أو الريبورت وغيره أو الريبورت كيف يقدم أو كيف يصنع السيارة هناك نقاط لخط الإنتاج وبالتالي هذا التطور إذن المنظمة تتحمل تطوير هذا الخط أو المرافق كذلك مثلا حينما تحدث عن منظمة تقدم خدمات تعليمية إذن المنظمة مسؤولة عن توفير المرافق التي تسهم في إيصال المعرفة في تقديم المعرفة للطلاب كذلك في منظمات الصحية مسؤولة عن تقديم مثلا الأجهزة الصحية الطبية الأشعة سرة وغيره لكي يعمل الموظف يعمل الطبيب يعمل المورد يعمل المعلم يعمل المهندس في ظروف تساعد في إنجاز العمل يجب أيضا أن يتم العمل على مستوى المرافق بأكبر قدر ممكن من الكفاءة فلا يضطر الموظف إلى إضاعة الوقت ولا يؤخر عمل أي لأي مجموعة أو أي مجموعة لموظفين آخرين أو عمل آخرين بمعنها العمل واضح الإجراءات وهذا ما ذكرناه سابقا فيما يتعلق نحن تحدثنا عن التخطيط أيضا خططنا هذا الأمر ضعنا إجراءات سياسات وضعنا أيضا رشادات كل ذلك أو معايير أيضا لكي لا يكون هناك عشوائية وإلا حينما نصح مرحلة نجد كل موظف لا يعرف كيف ينجز إذن سيضيع وقت الآخرين بالأسئلة قد يبحث ولكن وقد يجتهد وقد يقع في الأخطاء وقد عمله يكون مخالف قد ينجز العمل ولكن بطريقة مخالفة للمعايير والضوابط وقد يكبد المنظمة خسائر وقد يكبد أيضا عقوبات في حال أنها خالفت مثلا معايير أو قوانين مثلا قد يكون من الحكومة أو دولية أو عالمية لذلك مهم جدا أن يتم العمل بقدر كبير من الكفاءة وهذا يتم في حال وجود سياسة معايير ضوابط خطوات ينهجها كل موظف نحن ذكرنا في المنظمات المحترفة الموظف يكون له دليل يتعرف عليه كيف ينجز العمل وقد يكون هذا الدليل عرضة للتطوير والابتكار ولكن وفق المعايير التي تضعها المنظمة كذلك أن ظروف العمل المادية تنعكس على معنويات العمال إذ يتأثر الرضا الوظيفي بالعوامل البيئية والأساسية مثل الإضاءة درجة الحرارة التهوية النظافة مناطق العمل فضل عن جودة الأدوات والمعدات وصيانتها لو استذكرنا سابقا ما تحدثنا فيه عن النظريات الإدارية في أولى دروس هذا المقرر ذكرنا هناك الإدارة تهتمت بالإنتاج بعد ذلك أدتنا إدارة تهتم بالعلاقات الإنسانية وبالتالي اختلف العمل اختلف أصبح هناك اهتمام برغبات واحتياجات الموظف وأيضا طلباته وبالتالي هنا أيضا يأتي هذا الأمر المعنى لكي أكسب رضا الموظف الذي سيكون هو مصدر للإنتاج لا بد أن أهتم بظروف العمل وهيئ له الإضاءة المناسبة وهيئ له التكييف المناسب لا يمكن أن يعمل مثلا في درجات برودة عالية أو حرارة عالية لا بد أن أهيئ له الجو الذي يساعده لذلك لو لاحظنا شركات عالمية محترفة سواء تقنية أو غيرها تهتم ببيئة المكتب للموظف وكيف تهيئ له المكتب أو مكان العمل سواء في المصنع أو غيره وبالتالي يعطي أكثر مما لديه لأنه هناك ارتياح ورضا تجاه العمل وتجاه المنظمة لأنها اهتمت به واهتمت بالبيئة المحيطة ولذلك كما ذكرنا التطور أيضا في علم الإدارة ساهم بدرجة كبيرة في هذا المجال إذا كلما كان هناك ظروف عمل مادية مناسبة سينعكس بالتأكيد مباشرة سواء بشكل مباشر أو حتى يكون بشكل غير مباشر على نجاح الموظف والرضا الوظيفة للموظف برأيك عزيز الطالب كيف تساهم بيات المكتب الذكية في رفع معنويات الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم نحن نعلم الآن نحن تحولنا إلى عصر التقنية ونعيش في انترنت الأشياء وغيره لو لاحظنا مكتب قد يتم تعينك في مكتب من المكاتب القديمة مثلا قد تكون جدران بأربعة جدران قد يكون إضاءة طبيعية لا يوجد تهوية لا يوجد تكيف بدرجة كبيرة بالتأكيد سينعكس على جودة عملك وينعكس أيضا على حتى مزاج الموظف وأيضا رضاها الوظيفة ولكن حينما أقدم لك مكتب يتمتع بأفضل التقنيات التي تسهل عملك في كتابة التقارير هناك أدوات وبرامج سهل عملك في متابعة موظفين هناك أيضا دوات الرقابة التي تساهم هناك أيضا مثلا تقنيات تساعدك في تحليل البيانات في إنجاز الأعمال حتى في الإضاءة والتكيف أفضل التقنيات وبالتالي بالتأكيد سينعكس كذلك نلاحظ مثلا في البيئة المدرسية بنفس الطريقة حينما تهيئ للطالب للمعلم الوسائل التي تساعده في تلقي المعرفة بالتأكيد سيتأثر الطالب ولكن بالتأكيد لها دور كبير ومهم في إنجاح العمل لذلك المنظمات سواء الحكومية الخاصة نلاحظ مثلا اهتمام وزارة التعليم اهتمام وزارات الأخرى بالبيئة التي تحيط بالموظف بالطالب كذلك في القطاع الخاص لماذا؟ لأن لها دور بالتأكيد على نجاح أو تعزيز الانتاجية أو زيادة حتى الانتاجية نأتي للموظفون أيضا الموظفون جزء من تنظيم العمل لا بد من مراعاة الموظفين عند تقسيم العمل للوحدات وهناك موظفين قد يكون مناسب لمجال لا يناسب مجال آخر وبالتالي لا بد أن نراعي أيضا توفر المعدات لهم التي تساعدوا في النجاح يتضمن التنظيم إقامة توازن بين الموظفين والعمل الواجب إنجازه والمرافقة تكون انتاجية عالية بمعنى لا يمكن أن أطلب من الموظفين انتاجية عالية في ظل عمل قد يكون مجهد عمل غير واضح أو عمل قد يكون متعب يحتاج إلى راحة أو يحتاج إلى أمور مختلفة لكي تكون انتاجية عالية بد أن أوازن ما بين العمل الذي ينجزونه وبين طبيعة الموظفين يقوم التنظيم الناجح على الموأمة بين الموظف من جهة وبين عمله والمواد المتوفرة له من جهة ثانية إذن بنفس الطريقة أو بنفس الفكرة إذن الموظف حينما أقدم له تقنيات الحديثة وبالتأكيد سأضع له هداف قد يكون عالي لأن لديه البيئة المهية التي تساعد على النجاح لكن حينما يكون هناك ضاعف أو قصور بالتأكيد سيؤثر على الموظف إذن ساهتم بطبيعة الموظف، شخصيته، مهاراته، قدراته وهذا يعتمد أيضا على اختيار الموظف أولا في عملية التعيين والاستقطاب كذلك حينما يأتيني عمل لابد أن ننظمه وأقسم بناء على أنواء بين هذا وذلك بمعنى الموظف وأيضا العمل وطبيعته أيضا يجب اختيار الموظفين وفق العمل الذي يظهرون استعدادهم كذلك ذكرنا سابقا في تقسيم الهيكل لابد أن أضع الموظف في الخبرة التي يتمتع بها لدينا شخص متعلق أو لديه خبرة في الأمور المالية، في التقارير، في المحاسبة إذن أضعه قد يكون في إدارة المالية وبالتالي هو يمتلك المهارات وبالتالي سيكون إنتاجه أفضل إذن أراعي هذا الجانب كذلك في حال نضم موظف إلى فريق العمل يجب أن تطابق مهارات الفريق الإجمالي مع الطلابات العمل إذن لا أضع الموظف بمهارات مختلفة عن الاحتياج إذن لا بد أن أضع مهارات تتكامل مثلا لديه فريق عمل قد أحتاج أكثر من مهارة وبالتالي الفريق مع بعضه يتكامل لينجاح هذا العمل مثلا قد أحتاج مثلا في إدارة الإنتاج موظف يبتكر تصميم المنتج موظف لديه قدرة في فهم المواد الخام وطبيعتها وعلاقاتها أو بالتالي موظف آخر لديه قدرة على معرفة وتحويل ذلك إلى تقنيات أو ابتكارات تقنية إذن يتكاملون وفي النهاية بالتأكيد سينجزون متطلبات العمل بأفضل طريقة إذن لا بد أن أراعي ذلك ولا أضع مثلا الموظف لا أحتاجه أو لا أحتاج مهاراته في هذا الفريق إذن قد أضعه في فريق آخر سأحتاج إليه فيه أيضا يجب تكليف الموظفين بالعمل الذي يستمتعون بالقيام به وهذا قد يكون من أعلى درجات الرضا حينما أسند للموظف الوظيفة التي يحبذها أو يفضلها فبالتالي سيكون العمل بدرجة أكبر سيكون هناك شغف في العمل لماذا؟ لأن هناك موظف مستمتع في عمله يعمل في مجال الذي يحبذه وبالتالي يتولى المدير مسؤولية إسناد العمل على النحو الأفضل حينما يعرف رغباتهم وقدراتهم وأيضا المهارات التي يتمتعون بها وقد يكون ذلك أيضا على تخصصاتهم وبالتالي سينجحهم في العمل حينما أسند الموظف وظيفة لا يحبذها أو يجدها مختلفة عن قدراته وإمكاناته بالتالي قد يواجه صعوبه في التأقلم وهذا سيؤثر على إنتاجيته إذن ملاخص حديثنا اليوم تحدثنا عن تنظيم العمل وتناولنا الجزء الثاني وهو المرافق وظروف العمل ذكرنا من المهم نراعي الأمور المادية يجب أن توفر المنظمة المعدات المعينة لإنجاح العمل وإنجاز العمل بشكلها المطلوب يجب أن نصمم المرافق والأماكن ويجب أن يكون العمل أو بيئة العمل مهيئة لأفضل عمل ممكن أو لأفضل ظروف تساعد في إنجاز العمل وأيضا بالأمور الأمنية لابد أن يكون هناك حفظ لسلامة الموظف وصحة وهذا ما يسمى بالسلام المهنية وكل منظمة قد يكون لها قسم خاص بمتابعة السلامة المهنية لموظفها يجب أيضا أن يتم العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة وذلك من خلال وضوح الإجراءات السياسات القواعد الخطوات أيضا كل ما يتعلق في تنظيم العمل يكون واضح الموظف لا يوجد اجتهاد من قبل الموظف ذكرنا ظروف العمل المادية كالإضاءة دراجات الحرارة التهوية هذا يحقق رضا عالي لدى الموظف وأيضا اهتمام بجوانبه الأخرى قد يكون أيضا تحقيق له المزايا التي يحبذها الحوافز كل ذلك قد يكون مؤثر على وجود رضا وهذا سينعكس على أداء الموظف وإنجازه إلى هنا أعزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته